موسيقى يمشي ثاني كده ويلف يوم يلف ده كل قطاع الشارع لكن ده قاطرة والقاطرة كبيرة ومعدورين ده بس اليوم حلقتنا بنبدأ بها اليوم عالشي اللي دايما نشوفه مخالف ويلقي شغلات وايدة من هي ريضة ولكل اوخرية من دارهم بيغير جوه وحتى ولو هو بارد ماشي فايدة لازم يحوش به عرفتوه طبعا ماهو ده لا ماهو القاطرة ده الباص اليوم بنتكلم عالباص وينرفز بالناس كله ها ينرفز بكم والله من نرفز بكم الباصات كل مرة الباص وقف غلط في اي مكان لكن بعضهم صدد تحسس عايق ومتمكن وفاهم حتى وين ينب ويشيل الراكب من وين دار الراكب بيوقف بيشيله من وين الباصات يعني وبعدها انها مستغرب برضو مستغرب من المرور لازم يلقي لهم ونش مفرق هنا يلقيوني اشتوا عند المفرق اي باص مخالف للحوش ولو كان لقوا لهم اله بس قانون يديد الباص لقوا قانون يديد للباصات ده بس السيارات بعدها من يلكم والمرة الباصات لو كان لقوا البنظومه ده خمسين الف بس اي واحد مخالف خمسين الف عشان تاني مرة اول ما يدوك الراكب بس قربة 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 نازل يفكر في الخمسين الف السايق هذا خمسين الف بيوقف صح داري وانت بيلقي يمتين طلع فوق الفتبات ان شان يلقي زحمه وبعدها حسب حسابك انت الراكب اي مكان مشوار معك اربع ساعة وطلقت في الباص حسب حسابك اقل شيء اقل شيء ساعة والله ساعة ونص انا عادي قلوه كان طلقت باص فوق باص فوق باص فوق ده حكاية تاني ده يعني تخيل الباص حق فوق لو نطلع هنا مع الباص يوقف تعرفون شارع ياسين لو وقف هنا شارع ياسين نهايته البحر والراكب عادين له هناك ما قده عادو ما يشتاف يوقف له عادي اليد حق السنبوس ده شاري شاري يقعد له له ماني وعادو ما يشتاف ولا قال له بغيت معاك ولا بيتمي له يقول ليس له ماني والمصيبة عادة هنا يوصل الراكب بغى الخطة التانية ذاك بغى بنسينا ما بغى الشارع واش لك انت توقف له وناس معك زحمة ورا وحد مستعيل وحد معاه مريض وحد المهم ده اللي اول شغلة من اللي نشوفه نحن الباص يعني الراكب ما يشتاف حتى بعين المجردة بعيد وتوقف له يا اخي لا توقف له او ان تقول له الشري كان قال لك الشري قل له خب سرع شفته بطا روح عادي بتحصل واحد تاني هناك والشغلة التانية برضو مصحة الباصات يوم تقول له نازل تقول له نازل في المكلة تك 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 نازل توقف لك في خلف طيب توقف هون هون لا ماش اسمه هون اسمه تقول له نازل وقف له في اخر الشارع واللي ما تعرف تسوق والله ساعات المحصل يقع سايق وساعات السايق عم حصل رتبوا فسكم ورتبوا الامور وخلوا الناس تمشي صح وبعدين برضو ما بنلقي اللون برضو على السايق بنلقيه برضو على الراكب وبعض الركاب وبعدين نحن نبدأ بالركاب الحريم والله نبدأ بالريال بنبدأ بالحريم بالذات عادة الوالد اللي محا كسعة انتي محاش كسعة يالت في الباص ليش ثلاث ساعات في الباص وقت تسبحين والله تلاقيينها طلع الكسعة وطلع العدي تطر فيها لا لما تقول له نازل وتخرج عنده في الشارع والسايق عيليه تحين تفتح الكسعة تقول له عمات خمسين تطلع عمات مئة لما دو على تقول له طيب ده حين اخرتي الناس واخرتي السايق انشاء ملق لهم نحن في السايق وبعض ركاب برضو من صحابنا معا الف وداري بنفسه انه معا الف في كيسه طيب عطها واحد من الركاب يا طيب مسا كدها لا لما نقول له نازل والطيب عده السايق ده ده المين بصح في وسط الطريق الفكرة ده مرة داري يقول ليه توقفون في وسط الطريق والليه نسألت مرة واحد سايق وليه توقف انت في وسط الطريق متينة قال اصلا في باصات وراء يشلون الركاب اللي قدام هو ده الرزق يعني تخيل انت هو ده اللي قدام يطلع معك ويطلع في التاني ده ما بيطلع معك وفي باصات بعدين مفروض ما تمشي في المكلة نهائيا يعني بقعة مكسرة والكراسي يلا حديد ايده قدام يعني معده خلاص حق مش قديم وفي حيات عادها وايدة بس من الأفضل بعد الفاصل بني لكم وبنبدو نحن ريضين ورجعنا لكم بعد الفاصل لكن الفاصل اللي اولي اللي يبشينا فيه ماشي ماشي فا غليل يسوا كده يا اخي بعض الباصات من كنتما تشوفوا قديم وحدد ايده حتى الكراسي قدهم مع الشي تشوف اللي حدد ايده قيمة كده مرة من المرة طلعت الباص وواحد ريال عاقل قدام والريال عاقل طبعا ما هنتق ما تلبس وفوقه صارون الباشا اللي يعرف الباشا طبعا ده بينكر اللي ما يعرف الباشا ده توهو اشي رايق له لابس صارون الباشا ومسكين قال له نازل نازل وقام شيت اشتعق حقه المعون بسباب هو دجم الحديد حقه كدلي ريض باصك ريض نفسك لا فالحين بس انه اليوم طلعوا 400 اليوم خلوه 500 ريض الباص بعدين لقوا بيلف بيلف 500 وبعدين بعض السايقين انشان ما نقول كلهم لا بعضهم صدق هبت ريح محترمين حتى ميمو الزقارة بعضهم لا مخزن من كترة القرهة حقه عانو ده نصها ماشا نقفل تعب نفسك على الواقع تلقيه وكده قات وحين ده انت في باصل لا في فندق انت ده حين سبعا نجوم وعاودهم بعض الصراحة الصدق يعنوه يقدر الراكب ما تشوفش مكسر ما تشوفش مبهذل تحصل داك مدروه يسمونه مدروه داك اللي فوق كله شعره مدروه فرو فرو تحصل فرو فوق ده ها مرتب ونضيف يحيانا معطر تحس انه تطلع انت تطلع في باص صح تدفع العدي وتريض بعدين برضه فبنطرح اللوم ما بنكشفينهم صحاب الباصات حتى انتم الركاب اليوم حتى انتم بنكشفكم صحاب الركاب الركاب تطلع اللي انت الراكب اللي بثلاث مئة تطلع بكم بثلاث ألف تطلع راشن معاك حيطلع سبعة ألف قضب حيطلع معاك سيكل حق الصيرين الواد طلعون السمان ده كله شلق تك 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 ياخي قلابي طلعون أربعين واحد خشبوا طلعون سمام لا السمان ده طلعوا في تك تك في قلابي في اي شي تاني تاكسي طرح فوق طلعوا في الباص مشان واا يعني مشان اقتصاد لا ما هو حساب الناس وانا برضه نطلع انقع راكب بقول لك حسابي لا لا تلاقي حساب الناس وده اصطرف لقى اي شي تاني والركاب بعضهم صدق ما بني بشي كلام مهرية على الركاب اصلا واا يطلع معاك سجارة والله تنباك يلقي بك ده ها زي الحياة انتو السبات تاتوها وانا انا هنا بايخة اني بكلام مهرية بقى تلقيوا على الواقات تنباك 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 في الكرسي وليه فاين لا تلقي شي تنباك في الباص هناك في داركو بتوق تصطرف ما هي قاعد تلقي في الباص وده وعادو بعضو متعلم على قلم هنا طلعوا على القلم فكريات ابو ام اس ابو قلب انت دعموا في المدرسة لا تلقي الحياة ده خل الباص نضيف خلنا نستلعون حصلهم باص نضيف يقعدون فوقو والله حصل شوعك شوي يقضاها يكون من الباقي حلوات لقوا ما فيسكم ده طبعا نحن نتكلمين ان احنا برضو تنباك مدراه وانتنا الحريمة انتنا الحريمة اللي توقل ان البان وزقلومبو في المادهودة لقالك صاحب الباص تسعة عشر خلفة فأي خلفة يسقل بالبان لازم في الممر داك اللي ترتاحون ونزقلون بهون انتم وبعدين الشي التاني انت حريم يا صحاب الوايب يوم تطلعن في الباص ومنك كانت تسعة عشر حربة طلعن تمد الباص كلهم من الآن انتم بغا تنصبر كمانا تخري من الباص تتنبو الباص انتم تتنبو الباص خلص انتم اخلو صاحب الباص وانا ينبي غلط انتم تتنبونه غلط وتخرين وكل واحد تتفع نفسها تخرين تتفع حقها وقصة اداىو هلو يقولوا يدعيوا في الباص يمعوا شتتتت كل كرن وعطوا الباص دفعوا واحدة قالوا ها كل واحدة الواحدة كيف يسمعنا كل مميين نفسه قالوا يدعي تعلموا ذي الكلام شونا من أول نشوف الكلام دي من 2000 لما عند حين 20 سنة عبرت وعادوا السالف لما اليوم يا أصحاب الوايبات وبعدين أقول لكم تخريون كل واحد يدفع عن نفسه كل واحد دي تلقون زحمة برضه للسائق ويقع اليوم كله في السائق بسكين الله دي طيب سمعوا الكلام دي ورأيكم نحن نلقي حل وحل بسيط ولازم تلقونه مشان تخفز زحمة على الناس وعلى نحن في مصر كم منهم تتوقعون؟ في مصر كم منهم تتوقعون؟ منهم 90 مليون عمر يا ما شفت شي زحمة والله باص وقف غلط والله الراكب خريح حاسب بره ماشي أول ما يطلع الراكب يطلع هو نفسه الراكب يشل عدي من أسحاب الباص يلد عدم ما حاسب؟ دي يقول له نا دي يقول له نا يشل بأنهم كل واحد جنيه 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 يعطي السائق خلاص الباص كلهم حاسب لو قلت له نازل حتى هو مثلا ما يعرف يسوق السائق بيوعبر بيوقف أين بيوقف؟ وسط الخاطئ يوقف؟ تو بينزل الراكب بيمشي هناك الزحمة ماشي لو كان لقاه الحاية ده حال بسيط لو كان لقيه نحنا ما عبد تشوفونا الزحمة ده والراكب عطول توي حاسب اللي يطلع معاه خلاص انتهينا من الزحمة وانتهينا من كل شيء ونحن ده حين بغانا بنختم الحلقة ولا بغيت نختمها فيه شغلات واه هاي ده ما قلت هنا لكن الوقت ما عادت ساعة نحن ان نحن لقيه فلازم نمشي بحل والله بغيته نحن نكلم ندير المروح لقلكم خالفات لقال لقالكم خالفات قلت لكم خمسين الف كان ماشي زحمة ده فنحاول نحن نعدل في الوضع من شأن الغريبة بيهم برع شيف نحن مرتبين يحاسبون داخل الباص اخر يوم من ده تكون شغل مرتب والباصات تكون نظيفة هذا هو والصراحة راح ترجمة نانسي قنقر